يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا زلجلال والإكرام اللهم زيننا بزينة القرآن أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن ألبسنا بخلعة القرآن شرفنا بشرف القرآن ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعفو عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيدل ويشقى ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة حببنا إلى صلاة الجماعة ذكرنا بالموت كل ساعة احشرنا مع النبي المصطفى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا ويقينا صادقا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اجعلنا نخشاك حتى كأن نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اجعلنا نخشاك حتى كأن نراك أسعدنا بتقواك متعنا برؤياك اجمعنا مع نبيك ومصطفاك انصر الإسلام وأعز المسلمين أعلم فضلك كلمة الحق والدين أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا اختم بالباقيات للصالحات أعمالنا بلغنا مما يرضيك آمالنا ولي علينا خيارنا لا تولي علينا شرارنا ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمك طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف قروبنا وتودنا بالحسنة واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة أصلح أحوالنا ألث بين قلوبنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك الواسعة عمنا اكشف شر ما أغمنا وأأمنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضٍ عنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مؤنسة وعلى الصراط نورة وفي القيامة شفيعة وإلى الجنة رفيقة ومن النار ستراً وحجاباً ومن النار ستراً وحجاباً وإلى الخيرات دليلة وإمامة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والسلج والبرد إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا كريم اللهم اجعل يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارق يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رازق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسد يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسين يا جليم يا جليم يا كريم يا رقيب يا مجيل يا واسع يا مجيد يا واجل يا واحد يا صمن يا قادر يا مقتبر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا حي يا قيوم يا مقيت يا مميت يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا هادي يا نور يا بديع يا باقي يا وارس يا رشيد يا صبور يا الله برحمتك نستغيث طب علينا يا رحيم سامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاخفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الكمال والإنعام يا ذا العفو والغفران سبحانك إذا كان عفوك يستغلق الذنوب فكيف يكون رضوانك وإذا كان رضوانك تزكو به النفوس فكيف يكون حبك وإذا كان حبك ينير القلوب فكيف يكون ودك وإذا كان ودك ينسي كل ما سواك فكيف يكون رطفك يا مجيب دعاء المضطرين يا ولي عبادك المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا منتهى أمل الراجين يا حبيب قلوب الصادقين يا خير من سئل يا أرحم من استرحل يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون كيف نستدل عليك ونحن في وجودنا مفتقرون إليك اللهم إنك قدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وابتليت وأغنيت وأقنيت وأضحكت وأبكيت المرجع والمآل إليك نحن بك وإليك كل عزيز غيرك دليل وكل قوي غيرك ضعيف وكل مالك غيرك مملوك لك العبادة وإليك التوجه ومنك الخشية وعليك الاعتماد لا احتكام إلا إليك ولا سلطان إلا لشريعتك ولا اهتداء إلا بهداء كل شيء قائم بك وخاشع لك غنى كل فقير عز كل ذليل قوة كل ضعيف مفزع كل منهوف من تكلم سمعت نطقة ومن سكت علمت سر ومن عاش تكفلت برزق ومن مات فإليهم انقلبه إذا رأيت النبت في الصحراء يرمو وحده فاسأله من أرباك إذا رأيت البدر يسري ناثراً أنواره فاسأله من أسراك إذا رأيت النهر بالعذب الفرات جرى فاسأله من أجراك إذا رأيت البحر في الملح الأجاج طغى فاسأله من أطغىك يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا ببرك يا ذا العزة والجبروت يا مالك الملك والملكوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمداً بنسيج العنكبوت سبحانك أنت الحي الذي لا يموت اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من نصر وأرأف من ملك وأزود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك أنت الفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقه والعبيد عبيده وأنت الله الرؤوف الرعيم اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اقطع حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالتأكيد بالتأكيد شكرا